صحيح يا أبو العارف أنا مش عارف شو بدي أقولك أنا خجلاني منك كثير صدكيني لو حباستيني ما بزعل منك هم فنانين بزعلوا من بعض هذا زوق منك يا أبو العارف انت فعلا فنان مبارح كنت بالحفلة بتجنن بتاخد العمل وانت بدي أخلي صوتك رن رن ام 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 امسكي هاي الوصف اللي حجتتش عنها كوباي واحدة كل يوم بعم تغليها خليها تبرد ويعشتكي لحدها هاي خصوصي إليش إليش لحارج وكل ما خلصتي تعالي بعطيش غيرها أنا مش عارف شو بدي أقولك يا أبو العارف اوووو وانا برضو مش عارف شو بدي كليتش يم إرجوكي بلاش نكد ومشي الموضوع يعني أسكت؟ عشان يظل يروح يسهر بالواتلات؟ شو ظل ناقص يعمل؟ اسمعي إذا بتظلي مصمم على هالنكد بسعب حالي وبطلع من الدار لا يمه انت لا الله يخليك أنا قصدي يمه بلاش مشاكل هاي ورجع الله يخليك احكي معه بهدوء السلام عليكم وعليكم السلام أهلين يا أبا أهلين الحمد لله على السلام يا أبو العارف والله كان قلبنا عليك اه شغلي بسيطة غلطة وصارت الحمد لله أجد سليمي بس بديش إياك تظل تتمشكل بروحاتك على القتيل وليتش يزريفي أنا ولدي صغير أتمشل شو أتمشل هاي ها روحي حضرين عشا خلينا أغير وأعي وأكعد يلا يما روحي أعملي له عشا نحو لورا قوتي لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معقول والله ببين معقول لا 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 شو ها والله وقعته ذكيلي كيس شو هالورطة؟ وشو اللي صاير لي بالزبط؟ يعني كل هالورطة اللي أنا فيها والخربطة من كلمتين حتيت مع ليلا وأنا صغير بعد هالشيء ليش يعنيس؟ ليش يعنيس؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر